النهاردة وبكرة مختلفتان ليه؟ لأن النهاردة وبكرة هيكون معنا حوار ممتد على مدار حلقتين مع نجم كبير من نجوم الكرة المصرية رغم كونه غير مصري لأن الحقيقة في ثلاث مواسم ترك أثرا كبيرا جدا في الملاعب المصرية وترك أثرا كبيرا في قلوب جمهور الزمالك تحديدا لدرجة أنه حتى بعد موسمين من رحيله عن اللعب مع فريق الزمالك ما زال الكل بيذكره ما زال الكل بيطالب بعودته فكان في أجازة في مصر فالتقيناه مين هو؟ هنقول لكم لكن بعد ما نستعرض مسيرة لاعبين ونجوم تونسيين كبار لعبوا في الكرة المصرية وتحديدا خلال المواسم السلاسة الأخيرة حيث ارتفع عدد التونسيين ليصبح تونس هي أكثر الدول غير المصرية تمثيلا في الدوري المصري الممتاز خدت اللقب من نيجيريا ومن غانا زي ما كنا متعودين سابقا في سنوات سابقة كان عندنا أنيس بوجلبان كان عندنا يامن بن ذكري وسام العبدي كان عندنا الكابتن نصر الدين النابي حتى على مستوى التدريب ولكن آخر ثلاث سنوات تحديدا زادت الكسافة وزاد التأثير وزاد التقلق التونسي في الملاعب المصرية والآن تعالوا نستعرض أبرز أرقام المواسم السلاسة الأخيرة بداية في موسم 2021 عدد اللاعبين التونسة كانوا 16 كان الأكثر مشاركة محمد الحبيب يكن لعب الجونة 31 مباراة الأكثر تهديفا كان فخر الدين من يوسف لعب الإسماعيلي بـ 11 هدفا والأكثر صناعة كان علي معلول بـ 12 أسست أما موسم 2021-2022 فعدد اللاعبين برضو كان 16 الأكثر مشاركة كان إلياس الجلاصي من المصري وعزمي غومة من فاركو وكل منهما لعب 31 مباراة الأكثر تهديفا في هذا الموسم كان سيف الدين الجزيري بتسعة أهداف وكان أيضا الأكثر صناعة بـ 7 أسستات أما الموسم الحالي فعدد اللاعبين 15 تونسيا الأكثر مشاركة هو رفيق كابو لعب إمبي اللي شارك في 29 مباراة حتى الآن هو الأكثر تهديفا أيضا ضمن التوانسة بـ 8 أهداف أما الأكثر صناعة فهو علي معلول صاحب الـ 6 أسستات أما نجمنا التونسي ضيف حضراتكم النهاردة في الماتش فهو اشتركوا في القناة